اشتركوا في القناة قبل ثورة الحرية والكرامة كان الاعلام تحت قبضة استبدادية محكمة انطلقت ثنائية الدعاية والرقابة على المجتمع في تونس منذ عهد الحماية وتواصلت في دولة الاستقلال وطورتها السلطة شيئاً فشيئاً بين عهدي بورجيبة وبن علي كان عدد الجرائد الصادرة في تونس ما بين سنة 1881 وتاريخ الاستقلال 338 جريدة ودورية ناطقة بالعربية والعبرية وتسعمائة وخمس وسبعين جريدة ناطقة بالفرنسية وكان للصحافة التونسية دورها الهام في حمل لواء الحركة الوطنية ومقاومة سياسة الاستعمار مثل جريدة الحاضرة الزهرة سبيل الرشاد الطليعة التونسي الفجر الجامعة الزيتونية السرور الدستور وغيرها ومنذ انتصاب الحماية في 1881 أدخلت فرنسا تحويراً جوهرياً على إدارة الرائد التونسي الجريدة الرسمية التي أسترها بيت تونس سنة 1860 وعلى هيئة تحريرها وأحالت الإشراف عليها إلى الكاتب العام للحكومة وهو موظف فرنسي وخصصتها للشؤون الرسمية ونشر قراراتها في بسط الحماية كما صادرت عديد العنوين من بينها جريدة لوتونيزيان وجرائد أخرى على خلفية أحداث الجلاز 1911 وعمدت سلطة الحماية إلى منع كل جريدة باللغة العربية مع دا جريدة واحدة تصديرها الإقامة العامة بعد محاكمة علي باشحانبا ومجموعة حركة الشباب التونسي أسست سلطة الإقامة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية جهاز رقابة ضخم كان يشرف عليه الكولونيل لبيلوزاس الذي كان لا ينطق بالعربية فاتخذ السيد بوديدح مساعدا له على عملية الرقابة فصار يرصد له في المطابع المقالات التي تشكل خطرا على الإقامة العامة ويأمر بإلغائها وكان أصحاب الصحف يواجهون تلك الرقابة بترك مساحة بيضاء مكان المقال المحذوف مثل ما كان يفعل الهادي العبيدي في صحيفة الصباح بعد نيل تونس استقلالها تواصل التضييق على الصحافة ولم تتح الفرصة لصحافة تعددية تستجيب لمتطلبات مرحلة بناء الدولة المستقلة يكون فيها الإعلام ميدانا للمناظرات السياسية والفكرية وبعد سنوات قليلة من الاستقلال شهدت تونس تصحورا للساحة الإعلامية إذ لم يسمح بورجيبة الذي بدأ مشواره السياسي في الصحافة إلا بإستار أربعة صحف فحسب وهي العمل والاكسيون الناطقتين بلسان الحزب الحر الدستوري والأبخاس الناطقة باسم الحكومة وجريدة الصباح وهي مستقلة شكلا لكنها لا تخرج عن سياق سياسة السلطة الحاكمة ووظف الإعلام لتكريس الدعاية الرسمية وعقيدة القائد الأوحد والحزب الواحد والصوت الواحد وسخرت كل إمكانيات الدولة لإلغاء مجال التعايش بين مختلف التوجهات والرؤى في غرة جانفي 1961 تم إنشاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء لتكون برقياتها هي المصدر الرسمي والوحيد للأخبار كما أصبح المرفق العام منذ تونسة الإذاعة بداية من 13 من أود 1956 وتأسيس التلفزة التونسية سنة 1966 الفضاء الأول للدعاية الرسمية عبر خطبه توجيهات الرئيس التي كانت تبث يومياً في الإذاعة الوطنية وعلى شاشة التلفزة التونسية مساهمت الشعب والشعب والخلايا في تسير الدولة كانت الماتة الإعلامية سواء في الإذاعة أو في التلفزة تتضمن ماتة قارة تهتم بالنشاط الرئاسي ويتداول عليها مجموعة محددة من الصحفيين الذين تختارهم السلطة بدقة وكان بورغيبة يتدخل مباشرة في الإذاعة عندما تبث محتوى لا يروق له وأمام هذه السياسة لم تجد بعض الأصوات الحرة بدا من البحث عن بديل التعبير في الصحف السرية والمناشير إذ كانت الصحفة السرية التي تنشرها مجموعات طلابية هي الاستثناء في المشهد الإعلامي في فترة السبعينات خاصة إلا أن النظام واجهها بالتعذيب خلال الإقافات والمحاكمات غير العادلة والأحكام الثقيلة بالسجن من أجل ثلب رئيس الدولة وترويج أخبار زائفة نتحكم في أربع مناسبات من أجل قضايا تهم الأعلام وحتى كنت حكمت في محاكمة أخرى الرابعة هي وقت اللي خدمت في رياليتي وقت التهمة أني انشرت تقرير مختطفات من تقرير سري اللي متع ختم البحث ولكن في الواقع حتى هذا يمش صحيح لأني أنا انشرته بعد ما تعقدت جلسة إذن معاش سري التهمة الثانية واللي اصدر فيها الظدي حكم ثلاث سنوات من أجل الثلب ثلب رئيس الدولة والثلب الحكومة والإدارة في الفصل المعروف في مجلة الصحافة في الثامن والعشرين من أفريل ألف وتسعمائة وخمس وسبعين صدر قانون الصحافة أو ما يعرف بمجلة الصحافة التي استغلت لقمع حرية الصحافة والسجن من أجل الكلمة والتعبير الحر ومثل إجراء الإداع القانوني الذي نصت عليه المجلة وسيلة السلطة للتحكم في المطبوعات والدوريات والاتلاع على محتواها قبل نشرها وإحكام الرقابة عليها في الفترة هذه كنت في جريدة سبع كانت من جملة الحاجات التي نعملها هو البريد بريد القرى جينا مراسلات وتعطيك صورة أعلى كيفاش يتعامل المواطن الذي يبعد الرسالة للجريدة مع الأعلام كانوا مثلا واحد بشيحكي ثم طريق ما هوش ما هوش معبد وإلا مدرسة ما نهى القرية هذيك نقصها مدرسة وإلا البلاد هذيك في حاجة لشيء يبدأ المجاهل الأكبر اللي حرر البلاد واللي كذا وترشنوها ما فتئة ترشنوها كذا وترشنوها ويقول لكن رغم الإنجازات متاع المجاهل الأكبر ورغم كذا راهو ثم بعض أشياء ونتمنى أن المجاهل الأكبر ينظرنا بكذا إذن الصحافة السرية هي كانت حاجة طبيعية بالنسبة للإنسان اللي يرغب في الخروج من البوطقة الضيقة اللي حطتنا فيها السلطة عن ذاك تحدثت قبل على بورجيبا يقول لهم يحذرهم الجراثين الجراثين وكان معناها التوجه متاعها وهو الدخول في استقصال الحركة هذه اللي هي تقلقوا اسمها العامل التونسي لأنها تثلق لأنها مهزة سلاح لأنها ما عندهاش حتى ممارسة أخرى الممارسة الوحيدة هي أعلانية والآن نعتبرها الصحافة السرية منها مكون من مكونات التاريخ منتعنا شفت في جوجل عملت بحث الصحافة السرية في تونس مخرج لي حد شيء ونتيجة للهزات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها تونس خلال هذه الحقبة اضطر النظام إلى انفتاح نسبي وعرفت البلاد ما يسمى بربيع الصحافة حيث سمحت فيه السلطة بصدور عنوين مستقلة لعبت دورا هاما في احتواء الاحتقان السياسي الذي كان يهدد السلم الاجتماعي فسترت في ديسمبر 1977 صحيفتي الرأي والديمقراطية وصحيفة لفاخ إلا أنها كانت تتعرض للحج والتعطيل المستمر من قبل وزارة الداخلية ومن جهة أخرى تحولت جريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشول إلى جريدة أسبوعية سنة 1976 كما ارتفع عدد مبيعاتها في وقت قياسي من خمسة آلاف نسخة ليصل لأكثر من 120 ألف نسخة وهو ما جعل السلطة تستهدف مقراتها ومطابعها وصحفيها على غرار محمد قلبي الذي اشتهر بكتاباته الساخرة في الركن الشهير حربوشة وهكذا لعبت الصحيفة دورا هاما في انتفاضة الخميس الأسود في جانفي 1978 وبعد أحداث الخبز سنة 1984 توقفت الجريدة عن الصدور كما توقفت أيضا جريدة المغرب بعد أن قامت السلطات القضائية آنذاك برفع دعوة قضائية ضدهما بتهمة الثلب ونشر أخبار زائفة وكان لغياب البدائل الإعلامية أن خلق فراغا إعلاميا فمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية كانت تحتكر المشهد وخاضعة للتوجيه الكامل من قبل النظام مما جعلها عرضة للانتقادات حيث تجمهر المتظاهرون خلال أحداث الخبز حول مقرها بشارع الحرية هاتفين يا صحافة يا كذابة ومنذ ذلك الوقت سيجت السلطة المبنى ومنعت الدخول إليها من الباب الرئيسي ورث بن عليب عن بورغيبة مشهدا إعلاميا مدجنا اعتمد فيه على المحاكمات والحجز الإداري لكن بن علي تفنن في قتل الصحافة الحرة دون استعمال أي أسلحة إدارية أو قضائية للغرض وذلك بدفع الصحافة الحرة إلى وضع حد لحياتها بنفسها مستخدما استلاح المالي أنه زملاء يكن نحلموا بش نمارسوا العمل الصحفي على قواعده معناها في السبعينات والثمينات كان ثم معناها ما يسمى بالربيع القصير لحرية التعبير حرية الصحافة والمنظمات وإحنا جينا على أساس أنه تم وعود لتحرير الأعلام ومعناها لأنه الأعلام العمومي يقوم بدوره في أقل من سنة تدهورت معناها الأوضاع سوى بالنسبة للأعلام العمومي وبالتخصيص داخل مؤسسة لابريس أو معناها بالنسبة للمنخ العام تعرضت العديد معناها المضايقات خاصة بالنسبة للنشاطي الحقوقي أنا كنت منسق لجنة الصحفيين في منظمة العفو الدولي كانت صحيفة الرأي التي فتحت أعملتها لكل التيارات السياسية القانونية وغير القانونية إحدى هذه الصحف الحرة التي توقفت نهائيا عن الصدور في ديسمبر 1987 بعد أن قررت استئناف صدورها في شكل مجلة مستثيقة وعود السابع من نوفمبر إلا أنه تم سحق جميع الأعداد المطبوعة بإذن مديرها السيد حسيب بن عمار تحت تهديد من ملعلي بسبب مقال نقدي عنوانه نشاز كتبته أم زياد وهو حسب المقال كان امتحاناً لرحابة صدر العهد الجديد وسبراً لمدى استعداده لتقبل النقد كما أعتبره اختباراً لمدى قدرة هياكل الأعلام بما فيها هذه الجريدة على استغلال وعود العهد الجديد بإطلاق صراح الكلمة وعلى التخلص من أعادة الرقابة الذاتية المقيدة كما دفع بن علي جريدة الصباح إلى التفويت في أغلب أسهمها بعد قطع الإشهار العمومي عنها وتوقفها عن الصدور واعتمد تسليط الخطايا المالية والمنع من الارتساق حيث تم حج مجلة حقائق سنة 1988 وأوحيل المؤرخ هشام جعيط على القضاء بسبب مقال كانت في تونس كما نعرف كانت رئيس تحرير واحد ومعناها هو يوزع التعليمات من قصر قرطاج والممثلين أو المسؤولين على الصحف كانوا يعني عندهم درد أنه ثم محرمات ومعناها كانوا يعملوا فرز للصحفي الصحفي المتحم وهذا ما يغطق عليهم كل الامتيازات وكانت أجهزة بن علي تشتت الرقابة على محتوى الصحف المعارضة والمستقلة من خلال آلية الإيداع القانوني والرقابة قبل النشر في المطبعة وبعد الطبع وعند الموزع وصولا إلى القارئ الذي يتم ترهيبه ومعاقبته عند رصد حوزه على إحدى الصحف كما مارس النظام الرقابة الأمنية على مقرات صحف المعارضة كالموقف والطريق الجديد ومواطنون شهدت هذه الفترة ارتفاعا في عدد الدوريات تزامنا مع تقلص هامش الحرية وتعدد الصحف الصفراء كالإعلان كل الناس الصريح والحدث والتحقت بالسرب جريدة الشروق الصادرة عن دار الأنوار التي أصبحت يومية منذ 7 نوفمبر 1988 وتجندت كلها لثلب وتشويه المعارضين والحقوقيين وأصدرت دار لا بريس جريدة مسائية باللغة الفرنسية ثم حولتها إلى جريدة يومية ناطقة بالعربية بعنوان الصحافة سنة 1989 التي تشاغل 60 صحفيا ولا تتمكن من بيع سوى 100 عدد يوميا وتواصلت هذه الممارسة التي كلفت الجريدة مليوني دينار سنويا منذ تأسيسها وعند تعيينه بعد الثورة على رأس مؤسسة سنيب اتخذ حميدة بالرمضان إجراءات لإنهاء هذا التجاوز قبل أن تقود ضده النقابة الأساسية حملة لترده من المؤسسة مستعينة بمجموعة من البلطجية من شارع لحبيب بورغيبة طلب أحدهم في اليوم الموالي أجره من الإدارة المالية في جريدة الصحافة لقاء خدمة رفع لافتة بالرمضان ديجاج حسب ما ورد في مقاله في جريدة لابخيس بتاريخ 7 جنف 2012 ونجحت العملية وطرد الرئيس المدير العام الذي حاول إصلاح المؤسسة ومقاومة الفساد وأبقي على كثلة الأجور الوهمية مثلها مثل الصحفيين الشرفاء الذين يؤدون أعمالا حقيقية وفي نهاية الثمانينات عادت بعض صحف المعارضة إلى الصدور منها المستقبل الناتقة باسم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والطريق الجديد الناتقة باسم حزب التجديد ومجلة الموقف الناتقة باسم التجمع الاشتراكي التقدمي كما ظهرت صحف لأحزاب غير معترف بها مثل صحيفة الفجر الناتقة باسم حركة النهضة في أفريل 1990 وصحيفة البديل الناتقة باسم حزب العمال الشيوعي أتت نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 1989 واندلاع حرب الخليج إلى توتر العلاقة بين السلطة وإعلام المعارضة ولم تكتفي السلطة بفرض الرقابة المسبقة فقط على هذه الصحف بل عملت على إقصائها من المشهد الأعلامي وملاحقة الصحفيين فيها والقائمين عليها بالسجن والخطايا بدعوة تهم الثلب والترويج لأخبار زائفة وهي التهمة التي كانت مدخل السلطة لبدء التضييقات على كل محاولة لممارسة حرية التعبير وتكميم أفواه المعارضين خاصة في النصف الأول من التسعينات سنة 1991 حكمت المحكمة بسجن مدير صحيفة البديل حم الهمامي بسنتين ونصف وخطية مالية بتهمة ترويج أخبار زائفة وثلب الدوائر القضائية وثلب هيئات رسمية وذلك بعد أن كانت حكمت في جلسة سابقة بإيقاف الجريدة عن الصدور لمدة ستة أشهر كما أصدرت المحكمة العسكرية بتونس حكما بالسجن سنة واحدة على حماد الجبالي مدير صحيفة الفجر وستة أشهر على المحامي محمد النوري بتهمة ثلبي مؤسسة قضائية بسبب نشر مقال حول المحكمة العسكرية سنة 1991 جريدة اسمها الفجر تبحث عن صحفيه في أبريل تسعين خدمت في الصحافة صحافة ثقافية يذي بأيضان تقدم في صعوبات لا يمدون بالمعلومات الجهات لا تمدون بالمعلومات خاصة وقت يشوفوك أولا يشوفوك تلايب ساحي يجيب وقت يعرفوك لانتي من جريدة الفجر ستنطخوا ونعنا من بطاقة صحفي لم يمتعنا ببطاقة صحفي لكن كنا منخرطين في جمعية الصحفي الحقيقه مقناش تعاون مع الجمعيه وقت اخرجنا من جريدة الفجر ومشي نيلهم واحد لا اذكر الاسم الحقيقه واحد منهم قال لي اكتبوا اللي انتم استقلتم النهضة ونشوف الجرايد طونا ندخلوكم منو غضوة في اللاتخيس والصحافة حطوا عليها للدار بوليسية دبما دخلوا وشدوا الأوراق يلوجوا في الأوراق من المركز هزوني للمنطقة في المنطقة غادي ك بعض الكلمة هذيك الكلمة كالتهديد وكالواحد نحاولي الجلبي نحاولي الحجاب متاعي وشد واحد منهم يظر فيه بالعصاء من وقتها معناها بعد سنة الفجر لم امارس مهنة الصحافة سنة الألفين تصعدت وطيرة سياسة النظام الممنهجة لمصادرة حرية الرأي وصلت إلى حد محاولة اغتيالي صحفي إثر نشره مقالاً حول التداول على السلطة في تونس بصحيفة لومون ديبلوماتيك الفرنسية في الفترة من سنة ألفين واثنان إلى ألفين وعشرة كانت جريدة الموقف فضاء للتعبير لكل العائلات السياسية وتعرضت هي الأخرى إلى رقابة أمنية مشددة من النظام وحرمت من الإشهال العمومي والورق المدعوم مما اضطرها إلى التوقف عن الصدور ومع تطور وسائل الأعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت تنقل المعلومة أكثر سرعة وأكثر انتشاراً بدأت فصول جديدة من استهداف حرية التعبير هيئة الحقيقة والكرامة لينا لولادنا ولبلادنا